السلام عليكم ورات الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم في الفيديو ده عند دان الريد وجلر والتايجر ورم معنا المزرعتين اللي موجودين معنا دول تحديدا المزرعتين اللي هنكلم عليهم المزرعتين دول من بداية انشاءهم بالكامل كانت البيئة بتاعتهم وما زالت كلها عبارة عن كرتون ومخلفات نباتية وجزء بسيط جدا مخلفات حيوانية متحللة اللي هي سبلة الدواجن اللي حللناها او اللي شوفناها مع بعض الفيديوهات قبل كده او مخلفات الارانب او غيره لكن كان بنسب بسيطة جدا اقل من باقي المزارع التانية اللي موجودة عندنا كان الاعتماد الاساسي على اوراق الكرتون والمخلفات النباتية اللي هي بواقي الخضار زي اشر البطيخ اللي شايفينه ده كده وبواقي خضار تانية كتير هنشوف دلوقتي وضع المزرعتين ايه والبيئة ما زادتش لهم او ما تمش تزويد بيئة ليهم بعد كده لذلك هنلاقي مستوى البيئة او ارتفاع البيئة فيهم قليل جدا عن ان المفروض تكون عليه كل الاضافات اللي كانت بتتم هي اضافة الوجبات المزرعة الاولى دي كانت متغطية بليف نخل وخيش زي ما احنا شايفين حتى الخيش تحلل اغلبه اما المزرعة التانية متغطية بالكامل بالكارتون زي ما احنا شايفين كده قطع الكارتون دي ده الغطاء بتاع المزرعة التانية اللي هي قطع الكارتون هنلاحظ ان اغلب مكونات البيئة بالكامل او جزء كبير منها بلاش نقول بالكامل دي تحولت لفرمي المزرعتين دول ما تمش التقليب او متابعتهم بقالهم فترة كبيرة جدا لذلك حتى هتلاقي فيه دي بذرة بلح او طمر المزرعتين 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 ودي كمان فيها جزور بلح نبتت بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهنلاحظ طبعا حجم الجزر الرئيسي او الاساسي وكمان الشعارات الجزرية اللي ظهر عليه الشعارات الجزرية اللي هي بتكون الجانبية دي زي اللي لسه طلعه هنا وزي الشعارات دي كده دي نمت داخل المزرعة بشكل طبيعي جدا بدون تدخل مننا وعلشان ما بنقلبش المزرعة بقالنا كتير فوصلت لحجم النمو ده فاحنا دلوقتي هنشوف حالة الددان ايه في ارتفاع البيئة القليل ده وكمان مع الاهمال الجزئي اللي هو متعرض له كمان هنلاحظ ان المزرعة من الاجناب جافة تماما تماما كل الاجناب بتاعت المزرعة جافت بشكل كام ده علشان او ده ناتج من قلة الترطيب وقلة المتابعة للمزرعة واتلاحظ جفاف كامل في الاجزاء الجانبية او في جوانب المزرعة حتى في الجنب التاني نفس الوضع مزرعة جافة تماما ما فيهاش اي دود في بزور نوة بلح لسه بتنبت زي ما احنا شايفين كده اهه الاهمال الاهمال الشديد او قلة الترطيب هي اللي ادت لجفاف الجوانب زي ما احنا شايفين كده وهنلاحظ تقريبا نفس الوضع في المزرعة التانية هنا كمان الجوانب جافة بشكل كبير وما فيهاش دود اطلاقا يعني ما فيش دود في كل اللي انا بقالف في ده هنلاحظ وجود الدود فين بقى في المزرعة احنا هنقرب الكاميرا شوية هنلاحظ وجود الدود متمركز في المنطقة اللي في المنتصف علشان دي اللي فيها رطوبة اعلى وكمان هنلاحظ لون الدود بقى غامق اكتر لان كل اللي موجود في المنتصف ده عبارة عن فيرمي كومبوست فما فيهاش مادة غزائية كويسة الدود يقدر يتغذى عليها هنلاحظ ان الدود متجمع بالكامل في المناطق اللي فيها رطوبة اعلى وكمان اللي كان فوقها قطعة البطيخ اللي هي فيها مادة مغزية ليه او فيها اكل بالنسبة له يقدر ياكله وكمان فيها رطوبة فلذلك كل الدود اللي موجود هنا تقريبا هو متجمع بس في الجزء ده وباقي المزرعة مافيش فيها دود اطلاقا زي ما احنا شايفين كده مافيش دود هنا اطلاقا وكمان الجزء ده مافيش دود اطلاقا كل الدود اللي موجود في المزرعة هو اللي متجمع في المنطقة دي ده بالنسبة للمزرعة الاولى اللي معانا هنا لو جينا علمنا المزرعة بالكامل هنلاقي ان مافيش دود غير اللي موجود في المنتصف اكتر من 60% من مخلفات المزرعة دي او اكتر من 70% اتحول لفيرمي كومبوست خلاص الدود التهمه بالكامل اللي هو ده اللي هو ده نشوف المزرعة التانية وايه الوضع فيها اعتقد مش هتكون مختلفة اختلاف كبير عن المزرعة دي لان برضه هنا الاجناب جافة بشكل كبير لكن ارتفاع البيئة فيها اعلى شوية من المزرعة الاولانية وكمان نسبة التحلل المخلفات فيها اعلى بشكل كبير كل ده فيرمي كومبوست زي ما احنا شايفين كده وكمان هنلاحظ ان الرطوبة الاعلى في المنطقة اللي في النص برضه اللي هي الفيرمي كومبوست اللي موجود في منتصف المزرعة وباقي المزرعة جافة بشكل كبير جدا جافة تماما باقي المزرعة ده طبعا غلط ما تعملش كده اطلاقا قدامنا حلين دلوقتي ممكن نعمل كده نجمع كل المخلفات او كل البيئة القديمة بتاعت المزرعة في جزء من المزرعة ونبدأ نضيف الوجبة الجديدة او البيئة الجديدة بتاعتنا في الجزء ده من المزرعة ده حل وممكن حل تاني ان احنا نضيف بيئة المزرعتين على بعض ونبدأ نضيف لهم كمية من المخلفات بسيطة بحيث نجمع فيها الددان ونجمع الفيرمي بتاع المزرعتين على بعض ونعمل مزرعة اللي هتكون فاضية معنا نعملها مزرعة تانية او ننشئها من البداية فنحنا دلوقتي هنعمل كده وهنبدأ نجمع او نضيف مخلفات المزرعة الاولى مع المزرعة التانية طبعا هنضيف المخلفات هنا بالددان بكل محتوياتها بالكامل المخلفات او البيئة بتاع المزرعة بالددان اللي موجودة فيها بشكل كامل طبعا الديدان هنا تأثر التأثر كبير جدا بقلة التغذية وكمان قلة الترطيب ويمكن قلة الترطيب هي اللي أثرت التأثير الأكبر على الديدان هنا في المزرعتين فحاول انك معردش المزرعة بتاعتك لجفاف بالشكل ده او لقلة الترطيب بالشكل ده علشان ما يحصلش عندك الأضرار اللي حصلة هنا اي نعم هو مفيش ضرر كبير بالنسبة للددان الديدان لسه عايشة الضرر ممكن يكون أكبر من كده لو الجفاف والإهمال بقى أكتر من كده طبعا احنا خبدين هنا المزرعة دي بالكامل خلاص دي بقت فضية هنعيد تجهزها من جديد ودي اللي بقى دلوقتي موجود فيها محتوى المزرعتين بالكامل هنبدأ بعد كده هنضف لها وجبة من المخلفات سواء مخلفات نباتية او حيوانية متحللة هنبدأ نضيفها على السطح او ممكن نضيفها في جزء من المزرعة لكن انا افضل انها تكون وجبة متحللة بشكل كامل بحيث تكون أمنة على الدود وتبدأ تضاف في منتصف المزرعة او على سطح المزرعة ممكن نضيفها على سطح المزرعة في التلت ده من كده في الجزء ده ممكن نضيفها في المنتصف بحيث نسيب ما نغطيش كامل مساحة المزرعة حتى لو هي أمان 100% فأنت متعملش كده حتى لو انا عملت ده فأنت متعملش كده في جزء كده في المزرعة هنا او في التلت ده او التلت ده خليها بس مغطية تلت مساحة سطح المزرعة ومش المزرعة كلها وهتبدأ تغطي المزرعة بتاعتك تاني وهترطب بشكل طبيعي جدا اهم حاجة الترطيب علشان الجفاف اللي كانت متعرضة ليه المزرعة ده لو حصل عندك لأي ظرف ايان كان ووصلت عندك المزرعة للحالة دي فأنت اعمل الخطوة دي بسرعة على الاقل الترطيب اهم من اي شيء في البداية وبعد كده هجهز واجبة جديدة او كمية من المخلفات جديدة تكون متحللة بشكل كامل وتبدأ تضيفها للمزرعة بنفس الطريقة اللي شرحناها وبعد كده هتغطي المزرعة زي ما شرحنا كدير قبل كده وخلاص هتبدأ التعامل مع المزرعة بتاعتك بشكل طبيعي المهم ان عندك اددان ما ماتتش اددان لسه شغالة بشكل كويس حتى لو حيوية اددان قلت او علامات البلوغ اختفت او ايا كان التضرر اللي حصل لكن اددان لسه موجودة مازالت موجودة عندك فهتقدر تعيد تاني نشاطها وهتقدر بالعمليات اللي هتقوم بيها او بالرعاية اللي هتعملها للمزرعة بتاعتك هتقدر اددان بتاعتك تستعيد حيويتها ونشاطها مرة تاني بس كده دي كانت كل حاجة الفيديو بتاع النهاردة اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم بشي وقدم لكم علومة جديدة لا تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس اول مرة بتشوفنا وكمان ياريت تكتب له رأيك او سؤالك او استفسارك في تعليق وان شاء الله هنرد عليك في عرب وقت ممكن شكرا لحسن المشاهدة واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير استنونا سلام